محقنا في الكلمة دي صح؟ كل الناس سمعت الكلمة دي صانا معرفتش يا رب ما هي الكلمة دي هي السبب في أن المبادرة يكون ده اسمها يعني لأنه ده لطول الوقت بنسمعه من كل الأمهات وكننا عايزين بقى نبقى إيجابيين خلاص ما نقولش الكلمة دي تاني لأولادنا فكانت هي السبب أن المبادرة تسمى عرفت ربي فيها خطورة الكلمة دي؟ بالتأكيد فيها خطورة لأنه بقى عندنا مفاهيم كده عن التربية بأننا لازم ولدنا يسمعوا الكلام لازم يعملوا كل اللي إحنا عايزينه وفي حالة أنهما ما عملوش اللي إحنا شايفينه بالنسبة لهم فبالتأكيد بنبقى على طول راحين لتجاهل من إحنا أكيد معرفناش نربي لمجرد بس أنهما عايزين يعملوا لهم ما عايزين يعني زي ما شازلي قال معرفتش يا ربي دي كلمة نازلة ديفولت عند أي أمة مصرية وحتى على فكرة اللي بيحاولوا يربوا زي ما بيقولوا التربية الحديثة يمكن كمان غصبا عنهم ساعة كتير بتطلع منهم فعملتي المبادرة دي وقلتي الدفع منها أن نحنا نغير المفهوم ده لقيت بقى ردود الفعل اللي عاملة إزاي؟ هي ردود الفعل حقيقة كانت إيجابية يعني طبعا فيه أوقات كتير ناس بتاخد الكلمة وبتقول دايما زي ما بتدينا كده أنه أنا معرفتش ربي بس كمان بعد شوية لا الحاجات ابتدت تكون رايحة في الاتجاه الإيجابي أنه ما فيش مشكلة نحنا نتعلم وفيش مشكلة نحنا نقول يلا دلوقتي هنبتدي نحنا نربي بشكل كويس وأنه أوقات كتير الأمهات يعني مش مطلوب منهم يكونوا ملايكة كمان ما بيتعصبوش مش بيتنرفزو لكن ده بيحصل أوقات المشكلة مش في حدوثه المشكلة في إن إحنا نفضل مستمرين عليه إن دايب العادي موسيقى